رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن ثم قال اللهم أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك اللهم إني آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث الصحيح يرينا أن المسلم في كل حركة حياته يعبد ربه حتى ما كان منه فطرة وما كان له ضرورة من نوم وما إلى ذلك فإنها عبادات تحتسب له إذا تأسى فيها بالحبيب صلى الله عليه وسلم وهذا من فوائد هذا الحديث فإن المسلم يكتب له عمله كله ما دام كان خالصاً لله تبارك وتعالى وما دام المسلم يعد النوم تقوية له على طاعة ربه من سعي على المعاش ومن راحة للجسد ومن طاعة لله تبارك وتعالى ولذلك فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان يستقبل نومه بالدعاء وكان يستقبل نومه بأنه يبدأ نومه على شقه الأيمن لأن الله تبارك وتعالى يحب التيامن في كل شيء وليس الحديث ناقلاً لنا عادة من عادات سيدنا رسول الله ولكنه ينقل لنا طاعة من طاعات رسول الله صلى الله عليه وسلم لرب العالمين فأنت أخي المسلم في نومك وفي مشيك وفي مطعمك وفي مشربك وفي كل تصرفات حياتك يمكن أن تكون طاعة لله تبارك وتعالى بل هي طاعة لله إذا قصدت ذلك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر are